أكو استعداد ولمسته أكو استعداد ليس استعداد أكو ترحيب ليس استعداد وإنما هناك ترحيب أيضا إن هؤلاء حقيقة يفكرون أيضا بأن تكون تعوز سنجار لواقعها السابق يعني الإيجابي يعني ولذلك أعتقد اليوم أنا وجدت لمسة يعني هناك تجاوب وتفاعل وتفاول أيضا من قبل سواء السياسيين أو الشخصيات الاجتماعية هذا الجمهة فقط تقوم به وزارة الهجرة أم هو ضمن برنامج وطني ب يعني أطلقته الحكومة الاتحادية لا هو بالتأكد برنامج لكن المتصدي له وزارة الهجرة باعتبرها جهة القطاعية المعنية بالضبط ولكن هناك اللجنة العليا مشكلة من أغلب الوزارات وزارة الداخلية وزارة العادية كل وزارات ولذلك أعتقد يوم وزارة الهجرة يعني استنفت كل كوادرها وأيضا أنا من خلال قناتكم أتمنى من الأخوة أن نكون تفاهم لهذا الأمر لأنه هو قرار حكوم بالنتيجة ونحن حقيقة الدستور يحكم منه والقوانين تحكم منه والقضية الإنسانية أيضا تحكم منه يعني يجب أن لا يكون هؤلاء إلى الآن في هذه الظروف وتعرف أنت ربما هناك أجواء حارة جدا ولا يستطيع الآن أطفال وغير ذلك وتتذكر كانت تحصل حرائق تماسكة حرائية نحن نخلص من هذه المشاكل حقيقة والإنفاقات على الأقل لنوفر هذه الإنفاقات لهم في مناطقهم رصدتوا عدد معين نسبة مئوية للراغبين بالعودة من خلال المخيمات؟ يعني فعلا أنا أقول لك أستطيع أن أقول نسبة كبيرة جدا تفكر بالعودة يعني أنت قد تصل إلى سبعين من مئة